كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء يحيى زكريا اسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما خاصة المرافق الرئيسية وممرات الطائرات وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وقد عرض الفريق محمد عباس حلمي في هذا الصدد الاهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني كذلك الموقف التنفيذي والخاص بعدد من المشروعات الجارية تنفيذها خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستعابية فضلا عن تطوير وتحديث وسطول الطائرات بشركة مصر للطيران الى جانب تطوير نظم الملاحات والمراقبة الجوية كذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع